بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين إذاً سوف نحسب هذه الآليمية سوف نطلبها من نشيطه الميد وسوف نتابعوا الله أرد عليكم مزيدا إذا عودنا مباشرة ناقص واحد لكل أسيتنا هي واحد في زوج زوج ناقص واحد واحد ناقص واحد سفر إذا نبن واحد على سفر شكل غير محدد هنا هنا نثشي واحد ناقص ناقص واحد يوحد زوج ناقص زوج يسفر السفر في المقام شكل غير محدد إذا عندي مشكل سفر سفر هنا يمكن أن يكون مجرد سوف يكون حول صفر لك ثم سوف يكون موجب سفر هنا هنا نصفر سوف يكون صفر أما لا يكون صفر بلوس أو يكون صفر بلوس سوف يكون موجب و واحد على صفر ليس من هنا نضيف الأمن يجب أن نقل الأمر يجب أن نقل 0 و يجب أن نقل الأمر يجب أن نقل الأمر هذا يجب أن نضيف площدًا يجب أن نعمل بشيء أو مهم يجب أن ندمجهم. إن هذا بوحدهم لا يتحل و هذا بوحدهم لا يتحل. إن هذا هو خطح لجدول الإجارات وتحل المشكل، سيبقى لديك المشكل متاع بلسا فيني مع مولا فيني. ولهذا قصصهم يتدمجوا و يتعملوا بشيء عامل مشترك. إذن مدام عندنا ناقص واحد عامل مشترك لهذه الحدودية وهذه الحدودية. أنا أنا أكسب حال بحال. فهذا الحالة هادي ندير جدول الإجارات و سيكون عندهم في فترة ناقص واحد عامل. إذا نأخذت الثالة ، فتبعوا معهم لأنه بالعامل. لذلك ناقص الدمج، لأنه يتدمج لهم. فإن تدمر القائد من المشترك. هذه فالطلقة حدودة. ما تقوم بعمل عدد قصة واحد عدد قصة واحد عدد قصة واحد عقصة واحد عدد قصة واحد عدد قصة واحدً. هناك ناقص ثمانية مع الناقص بمضافة واحدةになغد قصة واحد. يعني كتسوي 9 إذن الجدر موجب إذن عندها جدرين ناقص B يعني ناقص 1 ناقص جدر 9 هي 3 على زوج في زوج يعني على 4 هذا هو الجدر الأول الجدر الثاني ناقص 1 زائي 3 على 4 يعني هي 1 على زوج يعني في الآخر نقدر نقول أن 2N ناقص 1 كتسوي أن ناقص ناقص 1 وهذه مهمة وأن ناقص الجدر الثاني لذلك لم أعرف الشيء على التعميل هذا كان واحد له فيديو خاصة بإشارة وتعميل أو تحديد جدر حدودها من الدرجة الثانية مع التعميل ناقص ناقص ونقص كيف تعمل وكيف تحدد جدر من خلال هذا التعميل نستطيع أن نوضع جدر الإشارة ونقص ناقص 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 1 ونقص 1 ونقص ناقص ناقص أصيبنا 72 الرئيس الثاني هو 1 زائد 3 على جج 4 على جج هو زج ثم قدوم الجدرين نتيجة هي أن ناقص آن ناقص الثاني ناقص الجدر الأول ناقص واحد اولي زائد واحد في آن ناقص الجدر الثاني وايثنان اجدون الإشارت متاحة آن آن ناقص آن ناقص زوج يشرح في النقص واحد إذا لاحظنا على اليمين ناقص واحد زرمو على اليمين لدينا أن سالب و سالب يعني مدام سالب سالب يعني ما نقدرش ندله الجيدر على اليسار يعني نحسب فقط على الفن على اليمن ما نقدرش على اليمن ناقص واحد سالب سالب و داخل الجيدر ممكن يكون سالب خص ممنوع يكون سالب يعني على اليمن ناقص واحد ما عنديش الحق فقط على اليسار على اليسار ناقص واحد تفقن معي علش لأن على اليمن ناقص واحد هذا سالب و لا يمكن أن يكون داخل الجيدر عادة سالب و نلاحظه كذلك واحد ملاحظه الله رأي لك أن تلاحظه الملاحظه الجوداء هنا اليسار تعناقص واحد ما كان هذا اليسار تعناقص واحد الجوداء موجه و سوف نرى العددين مجابين معا أو سالبين و سوف يكون جوداء مجاب إذا كان العددين مجابين معا أو سالبين معا إذا كان نلاحظه نرى معهم جيدا إذا أخذنا الآن و قدرنا هنا مثلا إشارة منتع الآن زايد واحد نقص واحد عن اليسار نقص واحد إذا كانت نعادم في النقص واحد عن اليسار سالب و عن اليمن مجابين هذه ربينها بإشارة منتعها و كذلك بالنسبة ل الآن نقص واحد على الجوج في نهاية نقص وعد على الجوج نقص واحد على الجوج نقص واحد يعني من المولى فيني نقص واحد أرى سالب إنه إذا كان هنا صغر من نقص واحد رأى نقص واحد رأى صغر من صغر سالب فوقش كتب الإشارة هي أعتأل واحد للجوج أنا مكت نعادم الشعفون كتبقا سالب و هنا كتبقى تولي كتبقى عندما توجدوا الإشارة هائنا نقص واحد نحن كي همن في نقص واحد في الناقس واحد هي سالبة دائماً نمشوا عند الخراء أخر واحدة وهي آن نقي الزوج يأخذنا هنا آن ونقذنا آدم في الزوج لكي نوضح الأمر ونقذنا عليها صار سالبة واليمن موجب ونقص واحد ستكون هنا يعني في الناقص واحد عليها ستكون سالبة لماذا تقول لكم هذا الشيء؟ لكي نعمل هذه نحضرها ستكون سالبة سالبة في سالبة وهذا سيكون موجب ونقص واحد سالبة في سالبة إذن في الآخر نقولوا إذن والله يرضى عليكم أن تفهموا هذا الشيء شيء واحد فرحان ونقوم بتعمل لا لا تعمل شيء هذه المشكلة تقوم بتعمل نقص واحد نقص واحد نقص واحد ونقص واحد نقص واحد على اليسار نقص واحد نقص واحد نقص واحد هذا المجال هنا ونقص واحد هنا نقص واحد نقص واحد نقص واحد تقوم بعمل جدر A في جدر B ولكن فوقه إذا كان A و B مجابين وإذا كان A و B سالبين جدر A في B A في B سالب 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 مجاب ماذا تفعل؟ تفعل جدر ناقص A في جدر ناقص B لماذا؟ لماذا؟ لحقه A سالب و B سالب لديك مئة البسائط لدينا جدر 4 ناقص زوج في مثلا ناقص زوج ناقص زوج و ما هي ناقص زوج ناقص زوج تفقيل وهذه ما تفعل جدر ناقص زوج لا يمكن تفعل جدر ناقص زوج في جدر ناقص زوج يعني زوج نقلب في هذه الأشارة إنه ساليب. ودبا مدم هذا ساليب هذا ساليب على اللي صارت على ناقص واحد. على اللي صارت على ناقص واحد كلهم ساليبين. كل شهاد للترم ساليبين. هذا ساليب. يعني كيف نفعله ساليب؟ واحد ما نزال. لم تنظر. ما نزال. واحد على جدا مواربع. الله يرد عليك. هنقص نتابع ناقص. أغلبية عديدها آن. ناقص ناقص. لأن هذا العدد ساليب . ولكن ساليب ساليب لم تنقص واحد. هناك شهاد للحصول ناقص. هذا الناقص واحد خلص. هذا العدد ساليب. two-one-one né. هناك شهاده من يجب ومن يجب هذا الناقص واحد. وهذا العدد ساليب من يجب هذه الناقص واحد. ويأتي مجب ومجب ويعطينا مجب يعني نرى هذا الشي صحيح لأن هذا مجب ناقص بنفس الشيء نتمنى أن تفهمه نقشت الشرع مهم ويقع فيه تلمز يعني دي المرات يعني كيقع فيه يريدون فيه خطأ أو لا إلى غير ذلك إذا نفس الشيء في ناقص نحقا ناقص جزر سأقوم بالتعديد إذا كان عندك جزر أبا إذا كان عندنا أوبا سأكون أقس نحن بما أنه علىه ناقص واحد يجبنا هذا العدد سالب إذا كنا ندرنا ناقص ناقص وهذا الميتها الحي إذن تساوي موانزع إلا أن تلاحظه هو واحد على هذا واحد على هذا عامل المشترك إذن نعمل به إنه يمكن أن تفعله واحد على أف بي هي واحد على أف وحد على بي يعني كما نرح الوقت مثل الوقت هنا واحد على أف بي هي واحد على أف وحد على بي فهذه واحدة على أف واحدة على بي وهذه واحدة على أ متشابه يعني عمل مشترك يعني واحدة على جدر ناقص أن زائد واحد يعني يقدر عمل مشترك بين جوج ديال لتار لذلك نضرب في ما يبقى لنا؟ يبقى واحدة على ناقص عفون جدر ناقص أن ناقص واحدة على جوج ناقص واحدة على جدر ناقص أن ناقص جوج أمور واضحة إذن هذه ما تساوي؟ أن زائد واحد عن اللي صرت على ناقص واحد فنعراء ناقص واحد عن اللي صرت على ناقص واحد عندي سفر وعندي ناقص هنا ولي سفر بليس وعندي سفر بليس وواحدة على كاليص العفون ناقص واحدة على سفر بليس الناقص واحدة على جوج يعني يحدث español فعندي ناقص واحدة على جوج حقا اساوي عordonn من ناقص واحدة على جي يجعل الجدر 3 نقص ناقص ناقص ثلاثة ينقص ناقص ثلاثة يتفقن الجدر 3 الثلاثة الثلاثة ثم نضرب جذر جوج على ثلاثة نقص جذر ثلاثة كان تقوم بتقديد واحد على جذر ثلاثة ثم تظهر ثلاثة ثلاثة قمت بتقريب وضعت هذا الجدر الجوج عن الثلاثة سوف أتقريب سوف تمثل تقريب فهذا 3 على 3 يعني ما كله كبير هذا هذا كبير على هذا يعني هذا العدد مجاب إذا النتيجة هي بلوس المترجم الى نتجة ويقوم بتقسيم جدر على 3 عفون ويقوم بتقسيم جدر على 3 عفون ويقوم بتقسيم جدر على 3 عفون يكون موجاب هذه النتيجة موجابة وموجاب في بلوس 1 فينة يضم بلوس 1 فينة إذا انتهت مرين أو لاعب فقط